لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي؟ أنا تكلمت عن بعض الممنوعات في البداية خليني في هذه النقطة أتكلم عن ما هو الزواج المسيحي باختصار شديد الزواج المسيحي هو سنة مقدسة هو أمر إلهي الزواج المسيحي هو مبادرة إلهية من البدء كانت فكرة الله ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره أي مساويا ومكملا للآخر تكوين إصحاح 2 ثم الزواج هو عهد مقدس ميثاق بين طرفين أمام الله والله هو الشاهد على هذا الزواج طبعا في شهود آخرين في الكنيسة لكن المسيح هو مركز هذا الزواج وعلمنا أنه موذج الحقيقي لاتباعه في هذه الحياة ولسيما في موضوع الزواج شيء ثالث الزواج هو رباط روحي عميق جدا خيال معي رجل واحد امرأة واحدة يصبحان جسد واحد ولكل واحد طبعا ينبغي أن يلتزم بدوره في نفس الوقت شيء آخر الزواج المسيحي ينبغي أن يكون من مؤمن ومؤمنة مسيحية يعني هنا مش تعصب كلمة مؤمن أو مؤمنة لا تفيد أنه إذا في خلفيات شعوب أخرى ما تتزوج المهم يكون مؤمن المهم يكون مؤمن وهذا الكتاب واضح في هذه الموضوع لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين وأن الزواج ينبغي أن يكون من امرأة واحدة بحسب كمان كورونتس الأولى إصحاح سبعة الآية 2 و4 ثم أحبائي الزواج هو أساس للعائلة فهي مؤسسة إلهية تأسيس عائلة تأسيس مجتمع سليم مثل نوح وزوجته وبيته مثل إبراهيم وصارة مثل إسحاق ورفقة يعني بمعنى آخر هذا الزواج أساس للعائلة استمرار للبركة يعني البركة وتظلها في جيل الأجيال جيل وراجيل لما يكون في نسل صالح وزواج مؤسس صحيحا على كلمة الله والزواج أحبائي في المسيحية ينبغي أن يكون مدى الحياة فإذن مثل ما بتلاحظ لا مجال للصفقات أو للعقود ولا مجال إذا ما أعجبتك أنك بتطلقها أنت بحال ما بتوقف أمام الكاهن أو أمام القسيس وبتعلن الفاوز يعني الكلام اللي هو فيه زي نذر وتعهد أمام الله وأمام الراعي وأمام الرب وأمام الشهود فهذا الزواج خلاص أصبحت جسد واحد وهذا الزواج هو مدى الحياة مكتوب حتى يفرق بينهما الأجل يعني بس الموت هو اللي بفرق في هذه الحالة فهذه نقطة مهمة بالنسبة للزواج المسيحي مش كل واحد عجبتهش زوجته يروح يتزوج واحدة تانية لا فيه كوميتمنت فيه التزام فيه تكريس للشخص الآخر اشتركوا في القناة